السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الإخوان والأخوات الكرام مرحبا بكم في حلقة جديدة من الأخبار إيطاليا الحلقة ديال 26 في شهر ربعة اليوم يا إخوان مواضيع مهمة للغاية غامشوا نطرقوا الموضوع الأهم وهو الخطاب ديال دراقي في البرلمان الإيطالي اليوم يا إخوان قدم البلان ديال الريكوفيري بلان الفلوس ديال التحاد الأوروبي فاش غاي تخسروا كنذكركم أنه الحكومة ديال كونتي طاحت بسبب هاد الموضوع جابوا دراقي يا إخوان باش يدير مشاريع مزيانة غامش نشوفوا في الخيطاب دياله المشاريع اللي دارت أشنو هي تكلم بزاف على الشباب على النساء تكلم كذلك على الأسر وطبع يتحلي إخوان كين بزاف ديال المشاريع تفرجوا فرد الفقرة كاملة من الأول ديال حتى الأخر دياله باش تفهموا الموضوع كامل غامشون نتكلموا كذلك وغانجوب على السؤال اللي تطرح البارحي إخوان ديال واحد الأخت اللي كتسول على الجنسية الإيطالية كيفاش نشوفه هنا مرحلة وصلاش وكذلك كيفاش نقدروا نصيف طول إيميل لوزارة الداخلية أو المصالح الل اللي متخصة بالجنسية الإيطالية غانجوب نحن نعطيكم نصح إحقيمة في هذا الموضوع إخوان وغاتشوفوا كيفاش وخصوصا تواريخ رهها مهمة للغاية حيث كاين اللي غايت سننرع سنين وكاين اللي خصوصي تسنععين عامين بطبيعة الحال غانجوب شوفوا كذلك إخوان ألف ومئة فرصة ديال العمل الناس اللي ساكنة في بارما والناس اللي ساكنة في صاليرنو كينة إمكانية أنكم تخدموا مع واحدة الشركة مهمة ومعروفة في طاليا إخوان غنوريكم شو هي هات الشركة وكذلك يا اخوان كيفاش تدفع الطالب وكيفاش ترشح لهذا الخدمة. كذلك يا اخوان غنشوفوا الوضع الوبائي في ايطاليا في اوروبا وفي المغرب وفي العالم كذلك مشوفوا الهند. شحلفة من الحالات وشحلفة دي العدد للوفيات. وغنشون شوفوا كذلك يا اخوان هذا الموضوع ديال اغلاق تناشر سوبر مارشي كبير بزاف. يعني سوبر ميركاتي كبار بسبب الفيروس. الكارابينيار يا اخوان بشودروا في حوالي الف سوبر مارشي كيبشيو هزو ذاك الطمبوني وكيحكوه على اليد ديال الكاروسة ديال اللي كنت قضو بها او على الميزان ديال السوبر مارشيات او عدة اماكن اللي بنادم تقيسها في الدو السوبر مارشيات. والقوة واحد الكمية يا اخوان ديال التحالي اللي هي يا بوزيتيف. هاتش دلالة لانه واحد خاصو يحدي راسو. غن تكلموا على جميع هاد المعلومات غنشون شوفوا كذلك دول ديال التحاد الاوروبي اللي دعاوا استرات زانيكا والجواب ديال استرات زانيكا. وغنشوفوا كذلك تزايا اللي كيعني لعلى انه كينجوشت الناس مرات بالسلالة الهندية في الفانيتو. لذلك يا اخوان كيفما لعادة كنشكركم جزيلة شكر على الدعم ديالكم القناة باللايك وبالتعليق والناس اللي مشاركش بقناة اشتركوا يا اخوان باش مقودوا توصلوا بجديد اخبار ايطاليا ان شاء الله. فهذا الفقر يا اخوان غنشوفوا الخبر اللي منتشر اليوم وبزاف وهو المراقبة لدارة الناص ديال الكرابين verte And streets. الناص هي الفرقة يا اخوان ديال الكرابين verte angels. ديال الشرطة الايطالية لي كتهتم بحماية الصحة. الناس يا اخوان بنشو دارو تحاليل في عدة سوبير مارشيات. كنتكلمو يا اخوان على 981 سوبير مارشي ندرو في تحاليل كمشيو يا اخوان وكيفما بتشفوا معايا في هذا الفيديو كمشو متلا الكاسة اللي كتخلص فيها او متلا يعني الليد ديال كاريلو ولا مثلا ليديا تلاجا او انه الميزان اللي كن عبرو فيه يعني عدة مناطق اخوان وحتى يعني هذيك البوص اللي كن خلصو فيه اخوان حتى هم ما كدروا عليهم الطمبوني يعني في النهاية اخوان داروا كتر من الف طمبوني في عدة مناطق في ايطاليا من بينها روما لاتينا فروزينوني جروسيتو تيرني ساليرنو كاتانيا وفي البروبينشة ديال بارما بيروجيا وكذلك كالياري هاد المناطق اخوان مشاوا البوليس داروا تحليل كثمجنة والقابل لانه 18 طمبوني تلعليهم بوزيتيف مثلا في المدينة ديالروما في 30 تحليل اللي داروا اخوان اربعة طلعوا بوزيتيف فلاتينا وفروزينوني داروا 31 طمبوني طلعوا جوج بوزيتيف بطبيعة حال يعرف الجوز سوبرمارشيت فيين داروا هاد تحليل اخوان لذلك تقدروا تتخيلوا معي الى في جوج سوبرمارشيت قدرت التحليل ولقيت يجوج تحليل بوزيتيف كيعني انه الفيروسي اخوان كين الواحد ياخد احتياط دياله قبل ما يدخل سوبرمارشي عقم ايديك مني كتسال التقاضية قبل ما تبشي السيارة ديالك ولا قبل ما تخرج بشي المنزل ديالك عقم ايديك من جديد ما اخسرتي والو حيط بطبيعة اخوان الخطر ديال انه ان واحد يتعاذى بسبب سوبرمارشي ربما يقدر يكون واحد في المائة ولا سفر فاصلة سفر واحد في المائة احنا احتى هذك سفر فاصلة واحد في المائة ان حيضوا علينا لذلك الواحد ياخد احتياط دياله كنت تكلموا يا اخوان على انه تعطات مولطات تعطات غرامات مارية تسدوا تنشر سوبرمارشي يا اخوان وتم الحج على جوج طون يا اخوان ديال منتجات الغذائية لي غير صالحة للاكل بسبب ما عارفنش مني نجات ولا ما عنداش يعني التيكيتة ولا شي حاجم حال موقايا في حين انه كين الناس اللي سدوا لها المحلة التجارية اخداش مولطات ديال تمليميات اورو وكي سدوا المحل التجاري والسوبرمارشي لمدة خمس ايام هاتش هي مكاش محترم القوانين والتبع الاجتماعي الداخل وعداش اشياء لذلك رحت السوبرمارشي الديب غير بدهو يزيروها اخوان فهذا الفقر المهمة للغاية اخوان غان مشو نشوف الخيطار ديال ماريو دراقي في مجلس المستشارين اليوم اكال الخيطاب ديالو وقدم المشروع اللي كتنا في ايطاليا وان شاء الله غايبت دي المستقبل ديال ايطاليا يعني يا اخوان ما كان هضروش على هادرال اللي كت قال دائما ونالسياسة ولووعود هاد المشروع القيمة المالية ديالو كبيرة بزاف ميتين وتمينية واربعين مليار اللي غالي تغير المستقبل ان شاء الله ديال ايطاليا انا في هاد الايام السابقة ما تكلمش لكم على هاد الموضوع علاش حيث موضوع اللي كانت في عدة اشياء قيل وقال وكان واحد جدل ما بين ايطاليا والمفودي ديال التحاد الاوروبي لانه ايطاليا خاصة تقدم هاد المشروع اخوان في الايام القليلة القادمة وبطبيعة حال قبل ما تقدم المشروع المفودي ديال التحاد الاوروبي خاص دراقي يجي البرلمان الايطالي ويقول الشعب الايطالي اشنو غايقدم التحاد الاوروبي اشنو هم المشاريع وكذلك يعلم البرلمانيين نقاش اللي كان عنده يا اخوان دراقي مع المفودي الاتحاد الاوروبي لدرجة انه الاتحاد الاوروبي كان يطلب من ايطاليا لا خاصتك تحط ليني نظامانات على هذا المشروع خاصتك تحط ليني نظامانات على هذا المشروع في الاخر يا اخوان وكيف ما كيكتبوا جميع الصحف هنا الكوريالي لاسيرة دراقي يتقلق يا اخوان هز تليفون وعيط الوصرة فوندرلاين قال لها باستا كوزي يعني باركة من هاتشي انا هو القرانتي وايطاليا خاصتكم تحتارموها اكثر بطبيعة اتحالي اخوان علاش حيط ايطاليا ماشي الاتحاد الاوروبي حقرها ولكن ايطاليا احنا عارفنا كيفاش شحامل المرة كتاخد السلوس من على الاتحاد الاوروبي وما كتصرفهمش لذلك الاتحاد الاوروبي تيقول لهم هاد ما شاء اللي بغن تديره حطه لنا ضامانات بالله انها غادي تكون ماشي تبدل الحكومة وتجي حكومة جديدة وهذا الشي اللي احنا اتفقنا عنه حاليا ما غايداش لذلك دراقي قال انا هو الضامن وباركة واحترمو ايطاليا اكثر غامشو نشوفوه اخوان نقطة بنقطة الخطاب دياله اجمال ينتكلم على الاعانات اللي غا تكون للأسر للشباب للنساء وطب يتحال على المشاريع الكبيرة اللي غادي تكون احنا غامشو دقة دقة غامشو بله هادرا اللي يقال وغاديمشو من بعد نشوفوا المشاريع وش حدي الفلوس غادي تتحط خطاب يا اخوان مهم للغاية طب يتحال ميتين وثمين 40 مليار على حسب ما قال دراقي في 6 سنوات القادمة ان شاء الله يعني من هنا الست سنين الانتاج المحلي الخام ديال ايطاليا البيل ديالها غا يطلع بستاشر نقطة اللي هي ماشي سهلة هاد المشروع اللي يسموه يا اخوان الخطة الوطنية للعودة وللصمود قلب لانه في 300 صفحة ولكن ما كيتعلقش الامر عير بسكك حديدية بترينات فائقة السرعة ما كيتعلقش برق مانا وما كيتعلقش عير المحافظة على البيئة بل كيتعلق بالحياة ديال الايطاليين بالمستقبل ديال واحد البلد وكذلك بالمصداقية ديالو دراقي يا اخوان في الخطاب ديالو قال انا متأكد بلا انه غادي انقدروا النفذو هاد لخطة انا متأكد من الصدق والاداكة ديال الايطاليين هاد الصدق والاداكة لي غايتغلبوا على الفساد على الكوردسيوني وعلى الغاباء والمصالح الخاصة قالوا ما هاد شي ماشي تفاؤل ولكن تيقى ديالي بالإيطاليين تيقى في الشعب ديالي خصوصا في القدرة ديالنا على العمل مع بعضياتنا مني كتكون حالة الطوارئ وخاصة ننضامنا وخاصة تكون عندنا المسؤولية الخطاب ديالو ما كانش إخوان فيه بزاف ديال السياسة ولكن كان تيقني بزاف تكلم كذلك على الموتوية بالنسبة للشباب هذك الكريدي بالنسبة للدار اللي غيروا اللي تعتار الشباب بالضمانة ديال الدولة وبطبيعة حال بلا ما يحطوا حتى شي حاجة من الرأس المال وتكلم كذلك على الناس الكبيرة في السن على النساء وليهما أكثر ناس كانوا مذكورين في الخطار ديالو قليم هذ القانون رغى يتكلم كذلك على المقياس ديال دور إيطاليا في المجتمع الدولي إيطاليا اللي كانت من البلدان المؤسسين ديالتحاد الأوروبي قليم هذ شي مش يعير مسألة ديال الدخل والرفاهية بل يتعلق الأمر بقيم ومشاعر مدنية لاحتشي أرقام ولا شي جدول يمكن أنها يمثلها ولا يعطيها قيمة يعني كنت تكلموا يا إخوان على أشياء اللي غالي تغير إيطاليا فعليا بطبيعة الحالي إخوان تكلم كذلك على أنه الريكوفيري بلان أو الريكوفيري فاند عنده ثلاثة أهداف مهمة الأول بطبيعة الحال هو أنه يحاول يصحح ذلك الشي اللي دارت لنا الوباء ودارت لنا الكورونا بطبيعة الحالي إخوان قليم البيل ناتج المحلي الخام ديال إيطاليا نزل في السنة الماضية بنسبة 8.9 يعني تقريبا ثلاثة الناس في كل مياه ضعت منهم الخدمة السنة الماضية هذا الشيء يعني كذلك بلانه نسبة السويع اللي كنخدمه يعني وخلنا سبقا خداموا ذلك الشيء السويع اللي سنخدمه نقصوا بنسبة 11 في المئة هذا الشيء بطبيعة الحالي إخوان الفلوس اللي غاجي من الاتحاد الأوروبي اللي هي مئتين وثماني وربعين مليار غاجي باش تحاول أنها تصحح ذلك الشيء اللي دارت لنا الكورونا ومن لا أنه غاي بده يجده في الدكريتو من هنايا الشهر الخمسة إن شاء الله بطبيعة حالي إخوان من بالأشيء اللي تكلموا عليا هو أنه غادي يكون النقطة الثانية هذه اللوية النقطة الثانية هو أنه غادي تكون أولا السكك الحديدية غايدروا سكة حديدية سريعة ما بين ساليرنو وراتجو كالابريا غا تكون كذلك سكة سريعة يا إخوان في فيشانسا ما بين ترقديل ميلانو وفيناتسيا وبطبيعة حالي تكلم كذلك على الرقمنا رقمنا دي الإدارة العمومية الرقمنا دي الصحة تكلم كذلك على التجديد التقافة وهذا النقطة بالداشة إخوان رغا تشيريهم حوالي خمسين مليار من هذيك الميتون وثمانية واربعين في حين أنا والسكك الحديدية قريبا غا تشيريه واحد ثلاثين مليار بطبيعة حالي إخوان اثنين وثمانين مليار غا تشير الجنوب غا تشير الجنوب بطبيعة حالي علاش حيث الجنوب راح نعارفن ناقصها بزاف ديال البنية التحتية وطبيعة حال غا تشيرين فلوس كثيرة كنت تكلمو كذلك على الشباب والنساء دراقي وهذا شيء آخر حاجة غنطرقوا لها قل بلا أنه ثلاثين وثلاثين مليار فهذا الميتين وثمانية واربعين غا تشيري من أجل تقوية السيستام ديال التعليم يعني إخوان قنت تكلمو على والسكولي ماتيرني والسكولي ماتيرني والسكولي ماتيرني فبزاف ديال المناطق في إيطاليا إخوان أنا قرأت واحد ما قال لي إخوان هذي يومين كيتكلموا على كتار من مئة وخمسين ألف بلاسة فلا زيلون يدولي غا تزاد يعني غا تكون واحد تغيير كبير تكلم كذلك على أنه غا تكون واحد العملي ديال التجديد كتار من أربعين ألف مدرسة تمنتاشر مليار فاصلة خمسة غا تشي كذلك للصحة وآخر نقطة تكلم عليها بطبيعة الحال هي فيما يخص القضاء يا إخوان والعدل هنا في إيطاليا إحنا عارفنا أنه القضاء في قضية واحدة يقدر يستغرق سنوات وسنوات وسنوات قال لي ما إحنا خصنا نقص الوقت وهذا الشي بطبيعة الحال تحاد الأوربي إخوان رباغي وكي نلح على هذه النقطة خصنا نقص الوقت اللي كتسارقه المحاكم هنا في إيطاليا بنسبة 40% فيما يخص المحاكم المدنية ونسبة 25% خصنا نقص ديال الوقت فيما يخص المحاكم الجنائية بطبيعة الحال يا إخوان الخطب دياله قال فيه عدة نحتاج أشياء أخرى ولكن يا إخوان هذا الشي اللي كان أهم بطبيعة الحال حاجة اللي قالها مهمة هو أنه ما خاش يكون ريطاردي ما خاش يكون التعطال حيث إلا تعطلنا ربما غتأثر لنا على الحياة ديالنا كمواطنين وما كينحتاش فرصة مش أننا نصحوا ذيك الأخطاء اللي غادي يدار لذلك خاص يكون كل شيء يا إخوان يخدم بمصداقية وبنزاهة وما تكونش يعني الرشواء وما يكونش يعني الفساد فاتفقر يا إخوان وواحد الخبر فيما يخص الناس الموسميين ديال الفلاحة كان الشركة موتي اللي كتبعي إخوان البومودورو اللي كان في السكاتولة كان في القرعة ديال الجاج وهذه من أحسن الماركات ومن أغلى الماركات هنا في إيطاليا كتقلب حاليا إخوان على آلف ومئة خدام باش يخدموا موسميين ابتداء من شهر السبعة إلى غاية ثلاثين في شهر تسعود يعني ذيك تلت شور والكونترار إخوان رايح لحسب ما غا تكون شفاعين من شهر السبعة حتى للأخر شهر تسعود وراكين تقدر تكون حتى أطول لذلك الشركة حاليا رايح تقلب الخدمرة غا تكون في عدة مناطق في إيطاليا اللي هما بضبعة الحال ثلاثة كان مونتي كيارو وغولو اللي كان في بارما كان كذلك يا إخوان كل ليكيو اللي كان في بارما وكان أوليفيتو تشيستا اللي كان في ساليرنو في الجانوب ها ثلاثة مناطق إخوان بالضبط في مونتي كيارو وغولو محتاجن خمسمائة شخص في كل ليكيو محتاجن ثلثمائة وفي أوليفيتو تشيترا رايح تحتاجن ثلاثمائة شخص بطبيعة الحالي إخوان هنا في الكوريا لا تكتبش الطريقة للواحد أن يبشي الكانديداتورة ويسايفت لهم الكوريكولوم ولكن عندما تبحثي إخوان سريع راه سهل جدا الناس اللي عنده واحد الكوريكولوم ستبشي تسايفي ما تخسر عليه والو هذه رفيد الله صدقات هي هذه بطبيعة الحال إذا كنت قريب من هذه المناطق أولا ستبشي الموقع دي الموتي اسميها موتي ناقص parma.com.it كيف ما تشوفوا معي هنا وبطبيعة الحال ستنزل التحت لأخر الموقع ستجد ستجد عليها ستجد عليها ستجد عليها ستجد عليها ستجد عليها ستجد عليها كيف ما تشوفوا معي هنا تختار بارما ستجد عليها أنا مثلا غنختار بارما وغندير ريشيركا غيب حتليها غي القليات جوج هنا طبيعية حال غنختار في نهاية لأقلبيات الولى والتانية نحن نديره في الميتال غتصفت في الاولى غدير إن فيا كوريكولوم وغتصفت الكوريكولوم ديالك إخوان بهذه الطريقة كيف ما تشوفوا معي غتعمرهم زيان يا إخوان وكيف ما تشوفوا معي اسمي الكنية التاريخ الإزدياد الموتيف وذيه السجورنو السكاديسة تهي السجورنو هو أن الشركة ستطلع على واحد الحاجة. رمشين الناس الذين ستخدمون ستجمع ماطيشة من الأراضي الفلاحية. بطبيعة الحال هم يجمع ماطيشة بطريقة آلية وعن طريق آلات لا يستعملون الناس باستغلال يد العاملة في هذه القيطة يجمع ماطيشة. لذلك يستعملون طرق آلية بل الناس الذين ستخدمون ستخدمون في الشركة من أجل تحويل ماطيشة في حكاك أو في قراعي. فيما يخصي اخوان اخبار سريعة للغاية. غنطرقوا الدعوة القضائية يا اخوان لرفعتها المفوضية دي الالتحاد الاوروبي ضد استرات زانيكا. والسبب هو عدم احترام الشروط دي الكونترا اللي داروا باش يشروعوا من عندهم الجلبة مسبقا. يعني هذا الشي كان قبل دارهم عموا حد الكونترا. وعلى حسب الالتحاد الاوروبي الكونترا ما تحتار ماتش. واسترات زانيكا مثل الماتش الجروعات اللي كان خاصة تسلمهم في الوقت المحدد. بطبيعة الحال يا اخوان هاد الدعوة القضائية كترفع المفوضية دي الالتحاد الاوروبي باسم سبعة وعشرين بلد اللي هما داخل التحاد الاوروبي. ولي هما كلهم التفقين يا اخوان فيما يخص هاد الدعوة القضائية. كتجوب كذلك من بعد ساعات قليلة استرات زانيكا. وكتقول بلا انهم متأسفة للغاية بما يخص دعوة القضائية اللي رفعت عليها المفوضية دي الالتحاد الاوروبي. وقالت بلا انه من بعد واحد السنة دي الاكتشافات العلمية ويعني دي المحن ودي المشاكل في الانتاج. راه الشركة دينا غتقدم حوالي خمسين مليون جرعة بنهاية شهر ابريل. يعني من هنا لنهاية دي الالتشهر غتكون وصلت تقريبا واحد خمسين مليون جرعة للتعطاش في الدول دي الالتحاد الاوروبي. قال لهم هاد القيمة دي الخمسين مليون جرعة راه يلك النحاس بن عليها في الاول. وبلا انه اثرت زانيكا احترمت جميع الشرط دي الالتحاد الاوروبي. اغاني شوفوها يا اخوان في المحاكمة شنه غايد يديرو. طبيعي يتحل اليوم كذلك تكلم لا يا طي يا اخوان. وقال بلا انه اليوم راه يوم جميل. قال لي يمكن ان امال انهم هاد الحالة تبدل وتبدل للابد. ولكن كيفاش غتبشي القادية راه كل شيك يعتمد على التصرفات دينا. إذا كانت تصرفات دينا مزيانة هاد الحال اللي إحنا ذبا فيها رغض يتوقع عندنا إن شاء الله. أما إذا كانت الحالة دينا ممزياناش أرى ربما يوقع لنا ذاك شين يوقع في السردينيا بسبب سؤت سياد يلجيها في ثلاثة الأسابيع رجعت منطقة حمراء. طبي يتحلي إخوان آخر حاجة غنتطرقوا لها في هاد الفقرة هو أنه غامشون تكلموا يا إخوان على تزايا. تزايا اللي يتكلم على ظهور السلالة الهندية في بصانو في البروبينشة ديال بيشانسة وقالوا له أنه الحالة كتتعلق بواحد جوج مواطنين هنديين الأب والبنت ديالو اللي يرجعون من الهند يا إخوان في الأيام السابقة الصحفيين سولوه ياك البارح خرج القارة ديال منع التنقل من الهند إلى إيطاليا والحدود مسدودة مع الهند قال لهم بطبيعة الحال أنا معرفش إمسا دخلوه ولكن باش تدير تحليلها وتمش تدير لها التسلسل وتعرفها إين سلالة هي رخصك أيام وأيام لذلك نظر أنهم ردخلوا في الأيام السابقة ومدخلوش بالبارح. الله يدر شوية الخليل إخوان وكيف ما قالت ز يا الكلام ديالو رح معقول قال ليهم السلالات رحهم كتار بزاف والآلاف ولا بد ما يوصلوا ولكن تمنوا أن الحالة تبقى تحت السيطرة وما يعني ما يزيدوش الحالات تكتاروا بزاف حيث الحدود الساعة خال على العالم هاد السلالة الجديدة ولكن ما عارف نهاش بالضبط شحال خيبة واش خيبة بزاف ولا خيبة شوية واش الجلبة كتشد فيها واش الجلبة ما كتشد فيها وكذلك شحال النسبة ديالفتك ديالا شحال ديالت الناس كتبتل مقارنة بها السلالة البريطانية ولا السلالات الأخرى يا إ لذلك لحدود الساعة بقى واحد اللغز كبير حول هات السلالة وقليل الأشياء اللي احنا عارفنا عليها فهذا الفقرة يا إخوان غالب شو نجوبوا على السؤال اللي كان البارح في التعاليق واللي اخذوا واحد عدد كبير ديالي للك هذا الدليل على أنه يهم بزاف دلت الناس وغالب شو نجوبوا عليه يا إخوان فيما يخص الجنسية الإيطالية الناس اللي دافع طالب الجنسية كيفاش دخل تشوف حيث الموقع راكف مذكرنا سابقا راتب الدل وكذلك كيفاش تقدر تصفت واحد السلاشته لوزار الداخلية يعني تصفت واحد التذكير تقول يوم الشوفر الوقت اللي خستكم تخرجوا ليه فيه الجنسية راه داز لذلك الله رحم بها الوالدين تلقوا ريوسكم شوية بطبيعة حال ما غنكتبوهاش هكا يا كين طرق قانونية غنش نشوفوا كل شيء إخوان ولكن خستكم تحتاطم لوحد الحاجة هو يا التاريخ اللي دفعتوا فيه الجنسية الإيطالية حيث على حساب التاريخ على حساب المدة اللي خستكم تسناو كيف ما راكم عارفن فاشكان سالفيني دار القانون ديال اللي هجرب الدلو كامل وصعب وكسر الله ياخد فيه الحق في هذا العواشر بطبيعة الحالي إخوان القانون اللي دار كان فيه واحد المشكل الكبير هو أنه داره في 2018 دخل حيز بنفيد في 2018 وكان ساري مفعول على الناس اللي دفعت في 2018 الناس اللي دفعت في 2019 وجميع الناس اللي دفعت قبل 2018 يعني حتى واحد إلا كان دافع في 2017 كان خاصه يبقى تسنة أربع سنين حيث القانون كان دار سالفيني كان بحل مهوكية ساري مفعول على جميع الناس في حين أنه من نجاة الحكومة التانية ذي الكونطي إخوان وبإلحاح كبير من الحزب الديمقراطي حيث كان من بين الشروط اللي هذيك الحكومة تشكلت بها الحزب الديمقراطي طلب أنه القانون دي السالفيني يتمحاء ولا يتم تعديل دياله وفعلا تم تعديل دياله بطريقة كبيرة ومن بين الأشياء اللي تم تعديل عليها يا إخوان هو هي المدة الزمنية خاص لوحد يتسنة باش تخرج لي الجنسية لذلك احتاطف التاريخ يا إخوان اللي دافع من وراء 20 في شهر 12 وكان عود نذكر حيث 20 في شهر 12 هي اللي تخلفها القانون الجريدة الرسمية إلا كنت يدافع من بعد 20 في شهر 12 خاصك تسنة المدة ديال الع ولكن هذي المدة ديال العامين تقدر توصل حصل تلت سنين إلا كانت شي دوافع اللي هي مهمة وفالدة بالنسبة للبريفيتورة اللي بسببها تعطلت يعني مايمكنش أنا البريفيتورة تعطل عليها كاك تقول لك اللارا القانون كي قلت تلت سنين القانون تقول عامين وممكن أنا توصل تلت سنين إلا كان شي مشكل ولا كان شي سبب لي هو مهم لذلك هم قانونيين خاصتم يخرجوا في عامين لذلك إخوان وباش ندير واحد الخيص إلا كنت يدافع قبل عشرين شهر 12 ديال الفين وعشرين يعني عشرين شهر 12 اللي داز إلا كنت يدافع قبل قانوني خاصتك تسنين ربع سنين كنت يدافع من وراها خاصتك تسنين عامين أو على حد أقصى ثلت سنين بطبيعة الحال تسأولي كيفاش ندخل نشوف البراطيقة احنا قديمشون نشوفوها ولكن إلا فاتت هذا المدة الزمانية فاتت ربع سنين فاتت ثلت سنين وأنا باقي مخدتش الجنسية الإيطالية أشنو خاصني ندير فهذه الحالة بطبيعة حالي إخوان الطرق اللي خاصتكم تحركوا بارها عيدة ولكن خاصت لي بدل احتياط حيث واحدة المسأ اللي هي حساسة أول نصيحة اللي نقدر ننتهى لكم وأخويا يا إخوان هو أنه الواحد ما يهش اليميل دي الوزارة الداخلية اللي مكلفة بالجنسية يا إخوان ويبدأ يصفت في اليميلات بطريقة عشوائية وبطريقة مستمرة حيث خاصتكم تعرفوا رقم كتتصلوا وكتتكلموا مع الدولة ماشي كتتكلم مع وحد الصديق اللي تقدر تصفت لي خمسين ميساج في النهار هو ما كيجوبكش وهاني موقع تشي حاجة أي ايميل سفتتواره كتدخل في الشيكله وكتدخل ملف ديال لذلك اللهم ما تصفتو تشي حاجة هذي أول حاجة إلا كنتو غا تصفتو خاسكم تصفتو المسائل قانونية ميمكش أنك تكتب واحد لرسالة شخصية بونجورنو بغيت نعرف الجين سي ديالي في الوصلات وقربي ديرتشي لا خاسة تكون طريقة بهذا الشكل مثلا وعن طريق مواقع الانترنتي إخوان نراهم عدة رسائل مكتوبة بهذا الطريقة كيكون فعل عنوان اللي غا تشيليه أول حاجة تاني حاجة كيكون خاسة تكون راكمان داتا خاسك تكتب هنا يا هذو طبيعي اخوان موضيلات اللي كيكون وضيجة عامرين خسك تكتب مثلا عيل كابا دياشي والنمرة اللي من وراها اسمية والكنية ناطو إيمتازتي فين زتي فين ساكن وبطبيعة الحال النمر ديال التليفون وكتقول لي بلأنه في التاريخ اللي الفوناني يعني النهار 19 شهر عشر ديال 2018 مثلا تفعلت الجنسية وطبيعة حالي اخوان مني كتدخل الموقع ديال الانترنت كتلقبل لأنه البراتيكة ديالك حابسة وغتكسب ليوم فاش حابسة هذا الميساج اللي كيطلع لك بطبيعة حالي اخ وباقي ما جاوبتونيش وباقي ما اعطيتونيش الجنسية لأنه هاد الرسالة اخوان كتتتعلق بالناس اللي دفعو منها عشرين في شرط ناشدل الفين وعشرين لذلك الناس اللي دافعين قبل هاد التاريخي اخوان رام غادي تكونش الرسالة فاسبعمية او ثلاثين ولكن غا تفقون فيها الضوء يعني كنتكلمو على ربع سنين ماشي على عامين هاديرا كنتكلمو على عامين بطبيعة حالي اخوان نصيحة التانية هو انه هاد الرسائل بحلم وكل غا تسفتر كومان داتا ماشي مشكل انك تسفتها وما تحتاج انه تسفتها عن طريق المحامي هاديراها عادية ما فيها تشي حاجة محترمة قانونيين مع الدم تشي مشكل لكن غا يكون من الاحسن بطبيعة الحال الى الواحد وخاهد الرسالة ما كتحتاج لواحد المحامي الى كان عنده واحد الاتصال بواحد المحامي وهو غا يتكلف لي بالقادية المحامي وكيف ما كيكسبوا لي بزفت ناس انا دافع جنسية مثلا في الفين وتسعتاش ويالله دازع مونس واش نمشي ندير محامي واش نسفت رسالة لا قانونيين باقي بكري بزفت ح خاصك تسنى على الاقرب عسنين خلي تدوز واحد ثلاث سنين وهذه الساعة سير عاد واحد محامي ولا ثلاث سنين ونص ونذكركم يا اخوان راه اي محامي مشيت عنده واخد تكون دافع عير بست شهر ريقولك نعم جيب لي القادية انا غا نتكلف لك بطبيعة الحال راه فلوس غا تجيه وراتش واحد ما غا يقول لك لا ما تجيب لي ذلك الفلوس سير بقى تسنى لكن يا اخوان من الاحسن الواحد يتسنى حتى تكون لمدة الزمنية قربعة ولا دازع لي هالحال يعني تكون ديك ربع سنين لديك العامين دازع لحاجة الاخيرة اخوان اللي غا نشوفه هو كيفاش تشوف الجن سيريال كيفين وصلت بطبيعة الحالي اخوان الموقع راه تبدل ممكن انا كنتم تكثبوا ستاتو تشتا دي نانسا في جوجل بحل ما هوكايا تكليكي على الرابط الاول ستدخلوا يا اخوان غا تدير في على بروتشدورة وغا تدخل هذا الموقع كيف ما كنتشوفوا معايا تشتا دي نانسا دي بارتمينتو بيرلا لبرتات شفيلة اللي اميقراتيوني ببرتالي سيرفيتي غا تدر انترا كون سبيد غا تدير السبيد دي لبوسطة وبطبيعة حالي اخوان راكم عارفين غا تدخله مني غا تدخله اخوان غا تلقوا هاكا بطبيعة حال باش تشوفوا الجن سيريالك في الواصلة غا تدير كومونيكاتسيوني ستاتو براتيكا وبطبيعة حال انا مدافع شي اخوان وما عندي اتشي حاجة ما غا يطلع لي اولو الانتا هي تتما طلع الكوالو عندك الجن سيريال ايطالية انا خصك تدخل هنا ايو غا تدير السوشا براتيكا غا تجب الورايقة اللي دف اعتبار عامين الناس اللي دفعت من بعد عشرين في شرط ناجل 2020 والناس اللي دفعت قبل ها التاريخ خاصة 24 سنين وبطبيعة الحالي اخوان ها التواريخ اللي قتليكم حاليا راه كين ناس اللي حاليا وبالقانون دي الصالبيني خدت الجنسية في السنة وحيدة منهم واحد اخت اللي كانت تساصلت بها هدي اسابيع واشهر الماضية يا اخوان وكانت عندي معا واحد محادثة صغيرة اللي كانت تواجد في شمال ايطاليا في البروفينشا ديالبيان وخرجت لها الجنسية يا اخوان في سنة وحدة مع العلم انه كين ان افراد في العائلة ديالها اللي دافع الجنسية هادي عامين تلت سنين وباقى مخدواش هي دفعتها من بعد عام يا اخوان باقي ما كاملش عام عيطوا لها بشدير جورامينتو وبطبيعة الحال ما كانت لازواج لتشح جدافع الجنسية كيف ما كدفعها عدة ناس يا اخوان من شكل عادي يعني اذا كش يبقى تسير الله وصافي اخوان راكين الحالات اللي كي يسير فيها الله وكتب شكل اللي كيبقيت سنة خمسنين ر فيما يخص الحالة الوبائية في العالم يا اخوان اكتر بلت كيستجل الحالة البارحي اخوان هو الهند 354 الف حالة اصابة و2800 حالة ووفاة كتبعة توركين لعدة 38000 حالة اصابة امريكا 34000 حالة اصابة وبطبيعة حال امريكا يا اخوان راكتر من 200 مليون جو العالية التي تعطى ديال الجنوب والارقام كتنزل بالنسبة كبيرة بزاف امريكا را كانت كتسجل ارقام مهويلة فيما يخص اليوم يا اخوان لهين ثلاثمائة وثلاثمائة وثلاثمائة Fortunately, people have a السلاف وفرنسا حوالي السلاف حالة. فيما يخص الحملة ديها تلقيح في ايطاليا فايك الاتي. الناس اللي اخذت الجرعة الاولى راهم 12 مليون و 640 الف شخص. اي بنسبة 21 في المائة ديال الشعب الايطالي اللي خاصه يجلب راه يجلب تقريبا. في حين الناس اللي اخذت الجرعة الاولى والجرعة التانية فهاد الناس راهم خمسة مليون و 140 الف شخص. العدد الاجمالي اللي تجلبت اللي الفطاليان ركن تكلمه الى 11 مليون و 881 الف. حالة الوبائية كيف ما كتشوف معي الارقام لي وما راها نازلة وهذا الشي راجع بالاساس لانه التحليل راها ناقصة. عدنا 8440 حالة اصابة. الناس اللي توفوا 300 و 1. الناس اللي تشافوا 16500. والناس اللي ما زالك اتلقى العلاج 400 و 52 الف. اي بنسبة ناقص 8400. تحالي اللي دارت راهم 145 الف. البارح كانوا 200 و 39 الف. في حين انه الناس في ناقصة ب13 و كيوليو 2849. والناس في المستشفية كي ناقصة بناقص 27 و كيوليو 2635. فيما يخص زي الحالات حسب الجيات غامشون شوفوا عد الجيات يا اخوان اللي فاها الف او تقريبا الف حالة. عدنا الكمبانيا فاها 1282 لمليار رومانيا 936. في حين انه عدنا لاتسيو 964 والسيشيليا 1069. فيما يخص المغرب يا اخوان فالحالة كما يلي. الناس اللي استفدت من الجرعة الاولى دي الجلبة رهم 4 مليون وسبعمية و 31 الف. الناس ليستفدت من الجرعة الاولى والجرعة الثانية فهذه الناس رهم 4 مليون و 1119 الف. والناس اللي كيلقوا اليوم ببوزيتيف رهم مية وجوج. الناس اللي تم استبعاد ديالهم مثل 3000 و 6 مية يعني التحليل القليلة. في حين انه الناس اللي اه اتشافو الحمد ولله مية و 140 والناس اللي توفو وسبع الله يرحموه في حين انه الحالات اللي كتلقى العلاج رهم خمسالاف وخمسين. توزيع الحالات حسب الجيهات فوكالاتي. دار بدا ستاة تمانية واربعين. ارباط سلق نيتر عشرين. وباقي الجيهات يا اخوان فيهم قل من عشرين حالة. بهذا كون سنة الاخر الحقيقة. تلوا فريوسكم و الى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله.